صفة سلبية أصبحت تمتاز بها كل محافظة عراقية من ترد خدمات وتلوث واضطراب أمني محافظة المثنى أصبحت تمتاز بارتفاع نسبة الفقر لدرجات مخيفة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مثل ما معروف أنه محافظة المثنى تتميز على بقية المحافظات بنسبة فقرها نسبة الفقر أكثر من 50% وهذه نسبة الفقر تؤدي إلى صعوبات اقتصادية إلى صعوبات بالنسبة للشباب شباب عاطلين عن العمل بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني بالإضافة إلى المخدرات بالإضافة إلى المعاوقات الاجتماعية وحيثما حل الفقر حلت المشاكل الاجتماعية فلقد شهدت محافظة المثنى زيادا مرعبا في حالات الانتحار التي تكثر في أوساط الشباب أغلب الشباب قاعد تنتحر بسبب الحبوب والكبسلة والهاي يعني أنا كشاب سماوي أو عراقي قاعد حتى نفسيا ما قاعد تصير عندي من وراء هذا الانتحار والأسباب معيشة أسباب مخدرات أسباب ضغوط أهل أسباب هواية كثيرة يعني أنا ذاك اليوم قبل أسبوع مثل ما ذكر بدعاء صاحبي ولا صاحبي انتحر يعني أنا شني موقف من هذا الشيء من هذا الانتحار من ضغوط الأهل ضغوطات المعيشة ووسط هذه الظروف الاجتماعية يجد مروجو المخدرات بيئة خصبة لاستياد الشباب وإقاعهم في حبالها مستغلين بطالتهم ومعاناتهم المعيشية وضغوطهم النفسية غير هيتشي أكو ظاهرة ثانية جاي تظهر عندنا في هاي المحافظة اللي هي المخدرات اللي هي طريقة مثل ما يقولون في مجتمعنا الكبسلة هاي المخدرات جاي تأثر على العقل الشاب ويخليه يتجه لأمور أخرى اللي هي السرقة والقتل والأي شيء يعني تحاول أن هاي المخدرات تلعب في عقله من أجل يسبب هذا الانتحار وبينما ينزلق العراق بأسره نحو الهاوية يواصل شركاء العملية السياسية جمع الثروات وبناء أمبراطوريات المال